رحب بكم مرة تانية في صباح الخيرية مصر في هذه الفقرة اللي بنتكلم فيها عن فضل وعبادة من العبادات المحببة للمواطنين ومحببة أيضا للمولى عز وجل في شهر رمضان بنتكلم على عبادة الدعاء العبادة دي بتعتبر من أهم الفضائل اللي أنعم بها الله علينا في هذا الشهر الكريم للدعاء مكانة عظيمة جدا بالتأكيد وبتعتبر من أعظم العبادات في شهر رمضان إزاي بقى نستفيد من هذا الفضل؟ ده اللي هنعرفه من خلال الشيخ عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف اللي منورنا في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا شيخنا صباح النور على حضراتكم كل عام أنتم بخير شيخ عبدالعزيز إحنا منتكلم على فضل ومكانة الدعاء إزاي أخرج من شهر رمضان الكريم وأنا يعني متحقق لي وربنا مستجيب لأكبر قدر ممكن من الدعاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد خليني أخذ الأول من كلام حضرتك أنك أنت قلت أعظم عبادة لأن بعض الكثير من الناس يفهمون أن الدعاء ده لما يكون الإنسان محتاج حاجة يوم يده لكن لو مش محتاج فما فيش دعي للدعاء فحضرتك ذكرت قضية مهمة جدا جدا يغفل عنها الكثيرون وهي أن الدعاء عبادة بل هو العبادة والدليل من القرآن والسنة على أن الدعاء عبادة قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قري وجود أعوات الدعاء إلى الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين ما ليش يستكبرون عن عبادته ده دليل من القرآن أن ربنا الدعاء هو العبادة زي ما حضرتك ذكرت بالصبع ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وفي حديث آخر الدعاء مخل العبادة لكن هذا حديث ضعيف في الترمذي فالدعاء عبادة سواء كان الإنسان في احتياج أو في غير احتياج لله عز وجل ولكن من حكمة الله عز وجل أنه أتى بآية الدعاء بين آيات الصيام فهي يسبقها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويعقوبها أحل لكم ليلة الصيام ورفضوا إلى نسائكم يأتي بقى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مع أن السؤال في القرآن الكريم كله فكل أو كل وكله يأتي بصيغة يسألونك المرة الوحيدة التي سألك يعني يسألونك عن الجبال يسألونك عن المحيد يسألونك عن الروح كل هذا يسألونك إنما هنا وإذا سألك عبادي عني الحكمة من هذا الحكمة من هذا أن كثير من الناس يسألون لأن إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد القفر يعني ما قال شيء وإن سألك إن دي بقى يعني إيه تفيد التقليل وتفيد الامتناع في مواضع أخرى كثير وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا خلي بالك في ملحظينها لعل حضرتك خذت بالك منه أجيب دعوة الداعي إذا دعا سياق الكلام إذا دعاني الداعي أجيب فالله عز وجل أراد أن يلفت لنا الأنظار أن الله عز وجل يجيب دعوتك قبل أن تدعو يعني الإجابة مش مضمونة بس لا ده قبل أن تدعو أجيب دعوة الداعي إذا دعا يعني إيه سياق أدعي بالأدعية المكتوبة المحفوظة اللي بالذات مثلا في المناسبات الدينية بنلاقي أدعية منتشرة كده على النات نقراها جهزة أو أدعية مطبوعة ولا دعي بقلبي باللغة البسيطة بأدعية الأطفال الولاد الصغيرين لما عايزين يدعوا بحاجة قبل ما ينام ولا يدعوا بعد صلاة بيدعوا بلغتهم بفطرتهم بطريقتهم وهما بيتكلم ده سؤال جميل جدا جدا أولا يقرأ السجع في الدعاء يعني السجع في الدعاء مكروه يعني اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض الكلام اللي أنا بنسمعه ده كله ده مكروه في الدعاء لكن زي ما حضرتك قلت أنت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى كلم ربنا لأنه يعلم السر وأخفأ بأي وسيلة وبأي طريقة وطلوب اللي أنت عايزها من ربنا بأي سلوب أنت تعرفيه مش محتاجين لا ساجع ولا محتاجين لكن إذا سألتيني إيه أفضل الأدعية سأقول لحضرتك أفضل الأدعية ما وردت في القرآن الكريم ثم ما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما وردت على الصحابة لكن عندما يكون الإنسان له حاجة عند الله عز وجل أقول له زي ما أنت عايز يا رب نجح ابني يا رب ارزقني يا رب يسر لي قولي ما أنت ما تشعين يا رب ينجح ابني إن شاء الله بإبني لو ينجح ابناء أنا جميع بأي وسيلة من الوسائل وبأي لغة من اللغات فالله عز وجل يجيبه دعوة الداعي بأي وسيلة يدعو بها الإنسان ولذلك المهم هنا أنها تأتي آية الدعاء لتبين لنا أن الاستفاء سبب من أسباب الإجابة لأن الإنسان بعد الصيام هو في مرحلة الاستفاء ومرحلة القرب من الله عز وجل فمن هنا يستغل الصائم هذه الفترة التي هو فيها أقرب إلى الله عز وجل وأكثر حرصا على الطاعة لكي يسأل الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل دعاء طيب شيل حبد العزيز إحنا تكلمنا أن يعني فضل الدعاء ويقولنا أن رمضان من العبادات المحببة في الدعاء ويقولنا يعني إيه الدعاء من العبادات لكن أحيانا في بعض التساؤلات بيتيجي كده عند الناس يقولك إيه من الوقت اللي بيبقى فيه أبواب السماء مفتوحة وانت بتفتر فادعي وانت بتفتر حد يتنى يقولك لا اضعي في وقت الفجر من الساعة 12 لحد أذان الفجر إيه أفضل بالضبط وانت بتقيم الصلاة لأبواب التراوي في أوقات كتير أوي أي هذه الأوقات تكون أبواب السماء مفتوحة ويتم استجابة الدعاء فيها أولا أبواب السماء مفتوحة في كل الأوقات 24 ساعة لا تغلق وكما قال القائل لتسألن بني آدم حاجة وأسأل الذي لا تغلق أبوابهم صحيح يعني لما إنسان يسأل يسأل ربنا سبحانه وتعال الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه فالله عز وجل في كل وقت حدد أنت الزمن وحدد المكان اللي أنت عايزه الله ولكن هناك أوقات هي ما ظنط الإجابة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائر هل من تائب هل من كذا هل من كذا هناك ساعة إجابة يوم الجمعة هناك الصائم لا تردوا له دعوة ثلاث لا تردوا لهم دعوة الإمام العادل والمظلوم والصائم حين يفتر لا تفاع الصيام ولا حينما يفتر حين يفتر رواية وفي الصيام رواية لأنك قريب من الله عز وجل لكن أطمم قلب حضرتك وقلب المشاهدين أن الله عز وجل يستجيب في كل وقت وفي كل حين يعني ما فيش وقت معين ربنا يستجيب فيه وقت نقول لا إذا ربنا لا يستجيب لكن هناك أوقات هي أكثر إجابة لماذا؟ لأنها أوقات الغفلة التي يقفل الناس عن الناس تقفل في الثلس الأخير من الليل الناس عند الفطار مشغولة بالأكل والشرب ويغفرون عن الدعاء تقوم أنت تدعو وقت الضحى الناس تقفل وفي عمالها وإنت تتفرق وتدعو الله عز وجل يوم الجمعة اللي احنا بنعتبره راحة فيه ساعة إجابة الناس كلها مشغولة زي ما فضلت ذكر الله في الوقت اللي الناس فيه مش مركزة فيه بالضبط الله سبحانه وتعالى بكرم بعض ما حيفضلك أو حيفضلك كلام جميل جدا أوقات الغفلة كلها مفضلة عند الله عز وجل لأننا قلنا أن الدعاء في حد ذاته عبادة صحيح ولابد أن يكون الإنسان عندما يدعو الله عز وجل ممكن بالإجابة مش أن ربنا هيستجيب ولا مش يستجيب لا ده هو ربنا هيستجيب الاستجابة مطمونة ده سؤالي فضلت فضلت فكرة الإلحاح في الدعاء نعم وفكرة لازم الواحد يبقى واثق أن ربنا هيستجيب له ولا بيدعو أن ربنا يستجيب له ده في حد ذاته دعاء نعم هو الإنسان لابد أن يكرر الدعاء كثيرا ما يقولش دعوت ودعوت ولم يستجيب وكذلك لابد أن يكون يعني يحسن الظن بالله عز وجل لأن الله تكفل هو بالإجابة وتوعد بالإجابة فالإجابة مضمون ولكن خليني أسأل حضرتك سؤالا لكي نوضح هذه المسألة سريعا ونعرف أن الوقت اقترب على الانتهاء حضرتك عندما تدعو الله عز وجل بدعاء أنت تظن من هذا الدعاء الخير ولا غيره الخير الخير فإنت عندما تظن وتقصد بدعائك الخير فالله عز وجل يستجيب ولكن الله عز وجل إذا رأى بفضله وجودي وقرم أن الخير في عدم الاستجابة فلا يستجيب دعائك ومن هنا تكون الإجابة قد استجابت يعني مولا عز وجل يستجيب فيما هو فيه خير لي بالضبط يستجيب في الوقت الذي يراه وبالكيفية التي يراه وليس في الوقت الذي تراه ولا في الكيفية التي تراه لماذا؟ لأنك لا تعلم الغيب فأنت تظن في دعائك الخير وأن الخير في غير دعائك فالله عز وجل يعاملك بقصدك لا بدعائك فيعطيك القصد للدعاء عشان كده بها دعي واستمر والحي في الدعاء زي مالت منه لكن ما فيش استجابة الاستجابة من وجهة نظري لا في استجابة في الخير نعم في الخير هدي لحضرتك مثال لو أنا مثلا راكب وقلت يا رب أنا عايز أنهض القطر النهاردة روح اسكندرية أنا قصد أنهض عمل اتأخرت لأي سبب ما روحتش يبقى ربنا ما استجابش استجاب بعد شوية ألود القطر عمل مشكلة أو عمل حدثة بعد ما خرج قلت الحمد لله أنا ما نهضت يبقى الخير في الاستجابة ولا الخير في عدم الاستجابة الخير في عدم الاستجابة ولذلك قالوا للدعاء مع الإجابة ثلاثة مواقف يعني الإجابة مضمونة مضمونة إما أن يستجيب لك في الحال وإما أن يرفع عنك من البلاء بمثلها وإما أن يتدخرها لك اليوم الحساء شيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف إحنا سعداء بوجود حضرتك معنا في حالي الفقرة يعني المهمة اللي دايما بنخصصها في حلقاتنا خلال شهر رمضان اللي بنتعرف منها عن فضل من يعني الفضائل اللي موجودة وأناعم بها المولى عز وجل علينا في هذا الشهر الكريم كل سنة وحيك طيب وشكرا لوجودك أو حضرتك طيب وشكرا لقوة